السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كلم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهبي أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامج الأسرار الحسينية خصوصا الحلقة السابعة من الجزء الثاني عن أبا عبد الله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول أما بعد فإني لم أرى أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي فجزاكم الله عني خيرا معنا سمحت الشيخ راضي السلمان ليبين لنا هذا الكتاب الأسرار الحسينية الذي يتكلم عن مقامات ومعاني وفضائل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في قضاياه المهمة والحساسة ومن قضية كربلاء أهلا ومرحبا بيت سمحت الشيخ بداية شيخنا نريد أن نبين من الركائز المهمة في قضية كربلاء المقدسة هم أصحاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنصاره أعوانه هل ذكروا في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما إمام زماننا وصاحب أمرنا عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل الله من أنصاره وأعوانه إنه أرحم الراحمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على شيعة الحسين وعلى محب الحسين السلام عليكم وعلى ذنين الإخوة الأعزاء المشاهدين والمشاهدات الكرام الكلام عن القرآن الكريم هو كلام عن معجزة إلهية خالدة المعجزة العظمى التي اختصها الله تبارك وتعالى لأعظم الأنبياء وأشرف الأنبياء وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله هذه المعجزة واحدة من خصوصياتها التي تفردت عن غيرها من المعاجز هو أنها حوت كل ما في هذا الكون ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال كل ما في الكون من العلوم موجود في الكتب السابقة وكل ما في الكتب السابقة موجود في القرآن وكل ما في القرآن موجود في الفاتحة وكل ما موجود في الفاتحة موجود في البسملة وكل ما في البسملة موجود في الباء وأنا النقطة تحت الباء محورية ما موجود في القرآن الكريم هو عند أمير المؤمنين وعند أبنائه المعصومين صلوات الله وسلام عليهم ولذلك هم عدل القرآن القرآن كتاب صامت وهم القرآن ناطق وكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن اللطيف الخبير أبلغني أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحظ إذن القرآن بما هو قرآن حوى جميع ما هو موجود فيه خبر من كان قبلكم وخبر يومكم وخبر من جاء بعدكم لكن هذا القرآن يحتاج إلى مفتاح حتى نستنطقه حتى نعرف ما فيه مفتاحه من هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وباعتبار كانت لي وقفات كثيرة وسباحة طويلة في النظر القرآنية أو النظر التفسيرية للقرآن الكريم عند شيخ المتألهين الأوحد الأحسائي رضوان الله عليه وصلت إلى هذه النتيجة أن الشيخ من خلال الكثير من روايات أهل البيت يعتقد أن كل ما ورد في القرآن الكريم من الفضائل من المناقب فهو في أهل البيت جميل من الورد فيه من المثالب ومن النقائص التي تنسب إلى بعض الأقوام السابقين هي في أعداء أهل البيت استفاد هذه القاعدة من رواية ينقلها عن داود بن كثير الرقي أو الرقي كما في بعض النقولات هذا الرجل واحد من أهم أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكذلك الإمام الباقر يسأل الإمام في يوم من الأيام يقول له هل أنتم الصلاة في كتاب الله جميل هل أنتم الصوم في كتاب الله هل أنتم الحج في كتاب الله الصلاة الصوم الحج أمور أخرى لكن هذا الرجل يريد أن يصل إلى نتيجة فالتفت إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه قائلا نعم يا داود نحن الصلاة في كتاب الله ونحن الحج ونحن الآيات ونحن البينات ونحن وجه الله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله وإن الله شوف هذه القاعدة الكلية أنا أريد أن أجيب على سؤالكم ولكن أريد أن أصل إلى قاعدة كلية جميل فإن الله عز وجل ذكرنا في كتابه فاختار لنا أفضل الأسماء فكل مدح في كتاب الله فهو فينا وفي شيعتنا وكل ذم في كتاب الله فهو في أعدائنا وأعداء أو وشيعة أعدائنا إذن إذا نظرنا إلى هذا القاعدة وهذا القانون أن كل آية في القرآن الكريم فيها مدح تنطبق على من؟ على شيعته على محمد وآله وشيعته وكل آية فيها ذم تنطبق على من؟ على أعدائهم ومبضيهم وشيعة أعدائهم إذا وضحت هذه القضية وهذا القانون المهم في النظر القرآنية نأتي ونسأل القرآن هل أن أنصار الحسين ذكروا في القرآن؟ طبعا الكلام لا يمكن أن نقول ذكروا بأسمائهم هكذا جميل بشكل حقيقي وظاهري وإنما ذكروا بأوصافهم ذكروا بما فعلوا ذكروا بالتلويحات القرآنية التي أشار إليها السيد الأمجد حينما قال أبان الله عز وجل عن عدد هؤلاء المؤمنين الذين فدوا أنفسهم ابتغاء مرضات الله وباعوا الله أنفسهم وأموالهم والله سبحانه وتعالى عوضهم الجنة تفضلا لا لأنهم أرادوها وباعوا أنفسهم بها نحن نعتقد أنه هؤلاء لم يكونوا ينتظرون جنة لماذا؟ لأنه كما قلنا في حلقات سابقة جنتهم من؟ والحسين صلى الله عليه وسلم لكن الله تفضل عليهم بأن أنا لهم الحسين وما وعد الله الحسين وما وعد شيعة الحسين عليه السلام لذلك قال أن الله ذكرهم قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يقول وهو الواحد لأن عدد حروفها عدد حروف البسملة تسعة عشر وهو عدد حروف واحد في علم اللغة والأرقام وذلك الواحد هو الحسين عليه السلام نحن عندنا علم يسمى بعلم الأرقام والحروف جميل كل حرف من حروف الأبجدية يقابله ماذا؟ يقابله رقم جميل مثل أبجد هوز نعم الألف واحد الباء اثنين جميل الجيم ثلاثة ثم بعد ذلك بعد العشرة تتضاعف الأرقام جميل عفوا فهنا يقول نحن إذا حسبنا أحرف البسملة بسم الله الرحمن الرحيم عندنا يكون كم؟ تسعة عشر رقم تسعة عشر يوافق كلمة واحد يوافق كلمة واحد يعني الله عز وجل من خلال ابتدائه بالبسملة وكونه الرحمن الرحيم هذه الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية تجسدت كلها في شخص واحد وهو من؟ وهو أبا عبد الله وهو الحسين صلوات الله وسلامه بعد رسول الله بعد أمير الممين بعد الزهراء بعد الإمام الحسن عليه السلام في زمانه هو الذي تجسدت فيه الرحمة الإلهية الشاملة العام الكاملة ومن هنا نجد أن الله تبارك وتعالى بعد سورة الفاتحة تأتي عندنا سورة البقرة سورة البقرة ولذلك قال السيد رضوان الله عليه أنه سورة البقرة هي تجسد أنصار الحسين عليه السلام سورة الفاتحة سورة الفاتحة تجسد تجسد أهل البيت سلام تجسد رحمتهم تجسد شمول جميع الخلق بألطافهم صلوات الله وسلامه عليه المجمعين أما البقرة فهي تجسد حالة التضحية التي من أجلها الله تبارك وتعالى أحيا بها الناس نعم قضية البقرة قضية ملفتة جميع حيث أنه لما بني إسرائيل وجدوا قتيلا مقتولا لا يعلم قاتله ماذا فعلوا جاءوا إلى موسى يا موسى نريد أن نعلم من الذي قتل هذه البقرة نعم فقال لهم من الذي قتل هذا القتيل فقال لهم اذبحوا بقرة نعم وهنا وقع الامتحاء أتتخذنا هزوى نحن نقول لك شخص مختول صحيح تقول لنا اذبحوا بقرة جميع قال الله تبارك وتعالى هو الذي يقول لكم هو الحكيم نعم فتعنتوا قالوا ما لونها كيف هي وإلى آخر إلى أن في النهاية ذبحوا بقرة ذبحهم للبقرة تسبب في إحياء من أحياء هذا القتيل كأنما يريد أن يقول السيد رضوان الله عليه أن قتل أصحاب الحسين كان سببا لحياة من سيد الشهداء لحياة الأمة بيجمعها صحيح لحياة كل من انتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لحياة أنفسنا لحياة قلوبنا وكذلك سيد الشهداء أيضا بمقتله صارت سببا لنا أحسنت أحسنت ولذلك يقول والبقرة خلقت من زعفران الجنة وهي حاملة أحد أركان العرش فافهم فكم من أمور طويتها خوفا من فرعون كأنما السيد حينما يتكلم يتكلم بحذر أن هذه القضايا ما كان يسمح بأن تطرح في ذلك الزمن لكن نحن الآن على فضائية وأمام الناس وأمام الملأ نتكلم بكل حرية فهذا من الأمور التي تحسب لهذا الزمن جميل أحسنتم فيقول الله تبارك وتعالى في بداية سورة البقرة ألف لام ميم الله أكبر وما أعظم هذه الحالة ذلك الكتاب يقول السيد والحروف المقطعة إشارة إلى عدد أصحاب الحسين المستشهدين بين يديه في يوم عاشورا سمحت شيخ أنا أود أن نبين هذه الأحرف كيف أنها ألف ولام وميم ثلاث أحرف لها علاقة بأصحاب الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم وعليهم الذين يتجاوزون أكثر من خمسة وستين أكثر من سبعين من الأصحاب المباركين الشرفاء ولكن بعد الفاصل نستميحكم عذرنا سماحة الشيخ بفاصل ونكمل الحوار في الحلقة السابعة من الجزء الثاني من الأسرار الحسينية أعزاء المشاهدين ونكمل لكم برنامج الأسرار الحسينية مع سماحة الشيخ راضي السلمان أهلا ومرحبا بك مجددا سماحة الشيخ سماحة الشيخ توقفنا على هل أصحاب الحسين صلى الله عليه وسلم ذكروا في القرآن المجيد وأجبتم بشيء من التفصيل جزاكم الله خيرا الجزاء أيضا نريد أن نبين نقطة بأن هل ألف لا ميم بداية صورة البقرة لها علاقة مع أصحاب الحسين صلوات الله وسلام عليهم ورضوانه وعليهم واجعل الجنة منزلكم ومفواكم واجعلنا وإياكم إن شاء الله مع الحسين الذي هو جنتنا إن شاء الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله معكم إن شاء الله ومع الطاقم المبارك إن شاء الله ومع جميع المشاهدين والمتابعين إن شاء الله أحسن ألف لا ميم الحروف المقطعة في القرآن الكريم هناك بحث طويل وتشعب وأقوال كثيرة بعضهم أوصلها إلى 33 قول ما معنى هذه الحروف المقطعة هل هي حروف فقط هكذا موضوعة أو أن وراءها ما وراءها أنا عندي بحث طويل في هذا الجانب لعله من أقرب المعاني إلى هذه الكلمات أو هذه الحروف هو أنها رموز جميل هذه الرموز هي إشارة إلى الإسم الأعظم الإلهي والإمام المعصوم عليه السلام كما ورد في بعض الروايات يأخذ هذه الأحرف يؤلفها تأليفا خاصا ومن خلال هذا التأليف ينطلق إلى إلى ماذا؟ إلى استخدام الإسم الأعظم الذي من خلاله يستطيع أن يكون عنده ولاية كوينية يستطيع أن يفعل ما يفعل بقدرة الله وبإذن الله تبارك وتعالى هذه الكلمة ألف لا ميم المكونة من ثلاثة حروف السيد كاظم الرشدي يقول هي إشارة إلى أصحاب الحسين كيف؟ يقول الألف في حساب الأبجد واحد واللام ثلاثين والميم أربعين تعرفون أن تحسبون أبو مهدي؟ تفضل ثلاثين وأربعين شقد؟ سبعين سبعين واحد واحد وسبعين يقول وذلك واحد وسبعون والحسين معهم فكم يكونون؟ اثنين وسبعين وسبعين ثم يقول وهو عدد الإسم الأعظم الذي عند محمد وآل محمد يقولون أن الروايات تقول أن عدد الإسم الأعظم عدد حروف الإسم الأعظم هو اثنين وسبعين حرف ثم يقول وكل واحد من هؤلاء الأكابر الذين هم أصحاب الحسين عليه السلام يحكمون إسما من تلك الأسماء يعني كل واحد منهم الله عز وجل حباه بإسم من تلك الأسماء أو حرف من تلك الحروف والحسين عليه السلام هو أعظم الأسماء العظام ولذا عبر عنه بالبسملة وقد قال الرضا عليه السلام إن البسملة أقرب إلى الإسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها بشيء من التوضيح نقول أن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام جسدوا واقعا هذا الواقع الذي عاشه الإنسان الكامل المرتبط بأهل البيت عليه السلام ولعل أهم صفة اتصف بها أصحاب الحسين ومن خلالها وصلوا إلى هذا الكمال هو ماذا صفة التسليم جميل وهو مذكورة في الآية التسليم المطلق الكامل أو الفضل العباس حينما يزوره الإمام الصادق عليه السلام يقول له أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل إلى آخر الزيارة المباركة إذن التسليم مقام عظيم التسليم لمحمد وآله لكل ما يقولونه لكل ما يفعلونه لكل ما ينقلونه يوم من الأيام يأتي بعض الأصحاب إلى الإمام الصادق يقولون له يا ابن رسول الله إن عندنا شخصا نسميه كليب تسليم فقال لهم الإمام ولماذا تسمونه وهو العليم وبأبيه وأمي قالوا يا ابن رسول الله كل ما نقلنا له فضيل من فضائلكم منقب من مناقبكم يقول سلمت لمحمد وآل محمد بما يقول يقول أنا أسلم لهم فتتصور ماذا كان جواب الإمام قال رحم الله كليب تسليم ترحم على هذا الرجل لأنه يستحق الرحمة لأنه مسلم لهم قال لهم أوتعلمون ما مقام التسليم قال وما مقام التسليم قال إنه مقام المخبتين مقام سلمان مقام أبي ذر مقام المقداد مقام عمار هذا هو مقام التسليم لأهل البيت صلوات الله وسلام عليهم أجمعين الذي نحتاج إليه اليوم البعض حينما يسمع روايات أهل البيت حينما يسمع مقامات أهل البيت حينما يسمع فضائل أهل البيت يستعظم يقول لا هذا غلو هذا تجاوز في الحد هذا كذا هذا كذا يقول له أنت ما استطعت ما هو نبلغ علمك حتى تصل إلى مقام وهذا سماحة الشيخ هذا حقيقة تسليم حقيقة إيمان حقيقة عندما نؤمن نؤمن بالغيب سماحة الشيخ أصحاب الحسين هل ممكن أن يشبلون كذلك أبا الفضل العباس من أصحاب الحسين علينا الأكبر مشمول في قضية أصحاب الحسين حتما جميع إذا لم يكن العباس من أصحاب الحسين إذا من أصحاب الحسين جميع إذا لم يكن علي الأكبر من أصحاب الحسين من أصحاب الحسين نصر الحسين عليه السلام كل من مشى في ركابه هذا بالاصل لكن ايضا ينطبق على كل من حمل فكرة الحسين كل من جاهد في سبيل ايصال صوت الامام الحسين كلهم يعتبرون من اصحاب الحسين عليه السلام فقط اريد ان اكمل فكرة سابقة انه الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه كان جالسا عند المتوكل فقال له بعض اصحاب المتوكل ان قوما من اصحابك يدعون انك تستطيع ان تعرف كم وزن الماء الذي موجود في دجله فقال له الامام سلام الله عليه قال له لو ان الله اراد ان يضع ذلك في بعوضه او يعطي علم ذلك الى بعوضه او الى نمله هل يستطيع الله ذلك قال نعم يستطيع قال نحن اعظم عند الله عز وجل ونحن اكرم عند الله عز وجل ونحن اقرب الى الله تبارك وتعالى لذلك لا ينبغي للانسان ان يستكثر على اهل البيت وان يستكثر ان يعطوا من الفضائل ومن المناقب هذا الفضل وان تعطى اصحابهم وان يعطى محبوهم وان يعطى من ساروا على منهاجه سماحة الشيخ من رحمة ابو عبدالله حسين صلى الله عليه ان الحرب الحر باخر لحظاته واخر ساعاته انتقل وقد قرر بانه يأخذ قرار من الجنة من النار الى الجنة من الظلمات الى النور البعض يقول كيف لبثل الحور او بعض من الاصحاب كانوا في هوا معين غير هوا اهل البيت صلى الله عليه انهم ذهبوا الى رحاب الحسين يشبلون هذه الفيوضات وهذه النورانية وهذه الامور ولا سيما نحن نتحدث عن هذا الاطار فضائل ومناقب اصحاب الامام الحسين صلى الله عليه اسأل كم بقي لنا من الوقت بقي من الوقت خمس دقائق دائما تحرجنا وتضعنا في زاوية تسأل هذه الاسئلة المهمة في الوقت الظهر هذا انما نتيجة سمارات بحوتكم واطلاعكم الله يعزكم يحفظكم ان شاء الله نحن في مثل الحر ابن يزيد الرياحي وغيره مثل زهير ابن القين الذي يقول البعض انه كان له هوا عثماني وغيره هنا عندنا بحث كبير ولطيف وجميل يذكره الشيخ الاحسائي في كثير من كتبه جميل وهو مسألة اللطخ لعله مصطلح لربما غريب مصطلح اللطخ هو مصطلح لعله مستنبط من روايات اهل البيت عليه السلام ان حقيقة المؤمن خلقت من اين من فاضل طينتهم صلوات الله وسلام عليهم اجمعين فهذا الفاضل لا يمكن ان يصدر منه الذنب السهو الخطأ جميل فلما ان نزل هذا الانسان من تلك العوالم العلوية حصل هناك لطخ حصل هناك تداخل بين النور وبين الظلمة لذلك كل هذه الذنوب كل هذه المعاصي إنما هي من أين من هذا اللطخ الذي حدث هذا الوساخة التي جاءت على الإنسان بحيث أنه صار عنده ذنب صار عنده ابتعاد عن أهل البيت عليه السلام لكن بمجرد أن نظف هذا القلب بمجرد أن غسلت هذه الوساخة رجع إلى أصله الحر بن يزيد الرياحي أنا في اعتقادي موقف واحد هو الذي استنقذه من نار جهنم هذا الموقف هو ماذا لما أن اختلف مع الحسين وقال له يا أبا عبد الله أنا مأمور بأن أجعجع بك إلى الكوفة قال له الحسين سلام الله عليه أنا لا أتبعك قال له الحر أنا لا أدعك صار عنده هناك نوع من الرفع الصوت فالحسين أراد أن يذكر الحر بالشخص الذي يخاطبه فقال له ثكلتك أمك يا حر ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول انتبه ترى أنت تتكلم وتواجه شخصا أمه فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم الحر هنا توقف انصدم تراجع رجع إلى فطرته أنا واقف أمام من؟ أنا واقف أمام ابن رسول الله أنا واقف أمام ابن فاطمة الزهراء سلام الله عليه فقال قولته المشهورة لو أن أحدا ذكر اسمي اسم أمي بالثكل لما عدو تذكر أمه ولكن ما أقول وأمك الزهراء فاطمة وكأنها كانت هي القبول أحسنت هي المفتاح هي النور هي المنطلق الذي من خلاله استنقذ الحر من الجهنم المحتمة إلى الجنان العظيمة وهو نصرة الحسين عليه السلام سمحت شيخ شكرا جزيلا لكم على هذه الأنفاس الطيبة حقيقة إن شاء الله ولم لا إن شاء الله حتى يكون في نية أن نكمل هذا البرنامج إن شاء الله في كربلاء المقدسة في النجف الأشرف نسأ الله تبارك وتعالى بإذن الله تعالى وبركات إن شاء الله جهودكم أعزاء المشاهدين وصلنا إلى لهاية البرنامج باسمكم نشكر فضيلة الشيخ راضي السلمان على أن نلقاكم في حلقات قادمة من برنامج الأسرار الحسينية السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كلم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله